اكد صاحب السمو الملكي لامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ان صون حقوق الانسان وتعزيز هذه الثقافة الانسانية في المجتمع نهج راسخ تتبناه مملكة البحرين في ظل التزامها بالمواثيق والقوانين المتعلقة بها واشاد سموه بما تحقق من منجزات حقوقية في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بلك البلاد المعظم حفظه الله ورعاء في مجال حقوق الانسان والتي تعكس ما وصلت اليه مملكة البحرين من مستويات متقدمة في هذا المجال واشار سموه الى ان مملكة البحرين تواصل تبني المبادرات التي ترسخ وتحفظ حقوق الانسان مؤكدا على اهمية دعم كل ما من شأنه احترام هذه الحقوق والتي اصلتها الثقافة والهوية والشريعة الاسلامية ونوها سموه بالدور الذي يطلع به مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وما يؤديه من مهام ومسؤوليات من اجل تعزيز وحماية حقوق الانسان مشيدا سموه بالتقرير الصادر عن وزارة الخارجية البريطانية والكومن ويلث يوم الخميس بازالة مملكة البحرين من قائمة الدول المصنفة كدول ذات الاولوية لحقوق الانسان والذي يعكس الانجازات الحقوقية التي حققتها المملكة واسجلها المميز على صعيد حقوق الانسان والذي يستند على نصوص دستورية وقانونية عصرية ومتطورة واعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن الاعتزاز بما خص به حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاء الحكومة من ثناء على الجهود المثمرة والناجحة التي تبدلها في ترسيخ قيم حقوق الانسان ونشر الوعي بها وضمان ممارستها بكل حرية واستقلالية كما أعرب سموه عن تقديره لمحتواه التقرير من إشادة بمشاركة أبناء الوطن الإيجابية والفاعلة في اتخاذ القرار عبر مجلسي الشورى والنواب ومشاركة المرأة الفاعلة في المسيرة الوطنية وجهود البحرين ومبادراتها الإنسانية العالمية في نشر مبادئ وقيم السلام والمحبة والتعايش الإنساني بين الشعوب ومد جسور التواصل والحوار بين مختلف الأديان والثقافات والحضارات وأكد سموه أن مملكة البحرين ستبقى متمسكة بإرثها التاريخي العظيم الذي يجسد كل معاني الإنسانية وقيم العدالة والحق والمحبة بين الجميع منوها بأن المجتمع البحريني تميز عبر تاريخه العريق بسمات وقيم نبيلة في التعايش والتآخي والتعددية وقبول الآخر وأشاد سموه بهذه المناسبة بمتانة العلاقات الممتدة جذورها عبر التاريخ لأكثر من مئتي عام والتي تربط مملكة البحرين بالمملكة المتحدة الصديقة وما يربط البلدين الصديقين من شراكة استراتيجية مميزة وما تشهده مختلف مسارات العمل والتنسيق المشترك من نمو مستمر